إذا جمع الإمام في مطر خفيف ليس فيه مشقة ولا أذى هل يعيد المصلون الصلاة؟ قال الإمام نعثيمين رحمه الله الجمع في مطر خفيف يبطل الصلاة الثانية إيش الصلاة الثانية؟ المجموعة مع الأولى يعني صلاة العصر باطلة وصلاة العشاء باطلة لأنهم صلوها في غير وقتها وعلى هذا قال الإمام رحمه الله فيجب إعادة الصلاة الثانية نافلة يعني لا يصليها فريضة ولكن يصليها نافلة ثم يعيد الصلاة الثانية المجموعة مع الأولى في وقتها إذا الذن يعني يعيد العصر ويعيد العشاء وإنما قال الإمام يصلون معه نافلة لجمع الكلمة ومنعا للاختلاف في المسجد على هذه المسألة والحمد لله ترجمة نانسي قنقر